نعم نسمع ونبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا واضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انفعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليهم البركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسر حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك لا يلقى الله لا يلقى الله الله أيها بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ما صلت هذا الحديث بالرجاء ما صلت هذا الحديث بالرجاء هناك أيها أحمد أحسن منهيك أحسن منهيك أولا غير شاك هذا هو فمن شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك فهنا غير شاك فبيجي كلام أخينا الآن النقطة الثانية إنه هذا عمل يسير لكنه يسير على من يسره الله الآن فكم من عمل يسير لا يفعله الناس أنت الصلاة التي صليتها الآن الحمد لله من أكرمه الله وأصبحت الصلاة في دمه هي أيش يسيرة بينما لو شخص آخر وقولك إيش صحيت السيعة أربعة أو أربعة ونص وتوضيت ورحت على الجامع الله أكبر فعلا هاي شغل شمالها إيش هذا لأن هذا الشخص إيمانه ضعيف وغير موفق إذن حتى العمل اليسير والشيء اليسير هو هو بتوفيق الله لك بتوفيق الله لك الأمر الثالث هنا يأتي كلام أخينا هناك وهي رجاء متعلق بالبركة حتى في أمور الدنيا يا جماعة لن يجسل عبرة أنك تداوى من الصبح للمساء في شغلك السلام عليكم السلام عليكم وإنما العبرة أن ترزق البركة فكم من إنسان يعمل في اليوم ساعتين ويجني من الأموال ما الذي يعمله الشخص من الصباح للمساء قال والله أنا بصلي الفجر وبطع الشغل برجع المساء وهذا مفخرة هذا للدنيا هذا للدنيا ودخله أقل من اللي بشتغل سيعتين طيب ليش لأن هذا عنده بركة هذا ما عنده بركة لكن أهم شيء طيب هذا أبو السيعتين باقي الأوقات ماذا فعلت فيها هل اغتنمتها في طاعة الله قولا قضيتها قهوة وشاي نحن نحكي أرقيلة كما قابلنا أقواما أكرمهم الله بالمال الكثير والوقت الوفير ولكنهم يجلسون شخص قال سأسافر إلى بلاد الكفر لأجل الأموال فسافر فغاب عشر سنين ثم رجع وشخص آخر بقي هنا في الأردن في عمان فتفاجأ أن هذا الشخص الذي عاد بعد عشر سنين ليس عنده من المال بمقدار نصف من بقي في عمان الرزق على الله يا جماعة والأمر الآخر أن هذا الشخص الذي بقي في عمان بقي بارا بوالدي بقي معتنيا بأسرته بقي قريبا من مشايخه وتلاميذه وأحبائه وإخوانه وذاك ولا فبركة يا جماعة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض سوح حضرتك في سن الشباب الأصل هذا السن أنك توجه طاقتك لله للعلم والدعو إلى الله وتعليم الناس وتعصيل العلم رائح الدوم من الصبح للمسافة ستتكسب الدنيا ويه ما بدك إياها الدنيا رح تجيك طبعا اللي بسمعك له أنا بقول الشيخ هذا يدعو إلى البطالة نحن لا ندعو إلى البطالة دوم عشر ساعات إذا وقتك ما في بركة أنه بعض الناس أنه قال لا بدأ داوم سعتين صار بدأ يمد إيده للناس لا مرفوض معناته أنت وقتك مش معمر بطاعة الله عشان هيك ما عندك بركة تأكد أنه إذا أنت بتداوم فعلا سعتين والثمن ساعات بتستغلها في العلم وطاعة الله ربنا رح يسر لك رزقتك في السعتين زي اللي داوم عشر ساعات وأحسن بسبب ذا ثقة بالله ويقين وعمل صالح هذه هي البركة التي يفقدها كثير من الناس لا في بركة في وقت ولا في عمر ولا في جهد ما فيه يديش عمرك خمس وثلاثين سنة خمس وثلاثين شو تركت وراك تنفع المسلمين ولا إيش والله إذا متتراحة بصلي وبصوم ما فيه بركة في حياته شيخنا علي الحلوي رحمة الله عليه كان عمره عشرين سنة كان مطلع يكتبين ماشي ما بقولك يكتبين زي مستوى في آخر عمره لكن يكتبين في البدايات نفع الله به كثير من الناس في وصف الجنة في وصف النار شو بتعمل أنت لقبرك ماذا تعمل اسأل نفسك خمس وثلاثين طبعا وصارت الصحة أعلنت أنه من تجاوز الخمس وثلاثين لابد أنه يفحص فحص دوري للضغط والسكر إلى أنه بلش الأمور العداد ينزل شو بتستنى صرت أربعين رحمة الله عليك خمس واربين خمسين خمسين شوه العشر الأواخر عمر أمتي بين الستين والسبين خلاص ما ظل لك شي شي ما ظل خلاص هذا العشر الأواخر إليك ستين ما هو سن الوفاة هيك الأصل ما تجاوز عن ذلك هذا الزيادة عن الأصل عمر أمتي بين الستين والسبين يعني بداية الموت المقرر للبشهر إيه ستين فبالتالي بدأت بدك تشتيل هذه نقاط مهمة جدا اسأل نفسك هل البركة في أوقاتك وعمارك الله يا جماعة بعض الناس أولاد صغار زي هيك كانك تجمعهم وتدرسهم وتتابعهم وتعلمهم وتفاهمهم لا تقول لي مش تلاقي حدا درسه وهكذا يا أخي وأنا كنت أتدرب على إمي والدتي كنت أخذ الدرس من المشايخ كان عمري 18 أروع والدتي أعطيها الدرس وتنبسط واستجابت بفضل الله إلى أشياء كثيرة وماتت وتقول وأنا سلفية ورحمة الله عليها كنت أخذ الدرس من المشايخ أجئ درسه للشباب الغار في جبل النظيف كان عندي 40-50 ولد 50-50 ولد الآن في منهم بش أبا في منهم صاروا أجداد اللي مريد السبع وسبعين يعني الآن في عمره 45 سنة تقريبا هذا الحكي قبل 30 سنة العمر بمور عمر بمور اسأل نفسك ما هو البركة في وقتك ترجمة نانسي قنقر